الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم ولا يوسنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرحون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر لذلك تقدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القبر ولا الليل سابق النهار وقلهم فيه فله يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبضية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا يوقظون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمك إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من معذنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأذراجهم في ظلال على الأرائك متتعون لهم فيها فاكهة وللما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجردون ألا عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون هذري جهنم التي كنتم توعدون إس لها اليوم بما كنتم تدفرون اليوم نختم على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردعون ومن نعمر من الكسف في الخلق فلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم إنه وإن لا ذكر وقرآن مبين ليراضر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ينبغنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولها فيها منافع ومشارب أفلا يشترون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسررون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثل أسي خلقه وقال من يحيي العظام ونيرمين قل يحييها الذي أراشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده لنقوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر